فالسؤال نموسي بتاع النموس سأل يسوع يعني بجربه لكن المسيح قال له افعل هذا فتحيا فلما أجاب الوصايا وفعلا بالنسبة لشعب إسرائيل حتى يحافظوا على الوصايا ولسي مداء الأمرين سواء السبي الأشوري سواء السبي البابلي الأشوري طبعا 722 قبل الميلاد السبي البابلي هو السبي يهوذة أشور سبأ إسرائيل يعني العشر أصباط الشمالية بابل 586 قبل الميلاد السبأ يهوذة وبنيمين وطبعا بعد فترة الرومان دمروا أورشليم ودمروا الهيكل في سنة 70 ميلادي مش بس هيك قامت ثورة أخرى في أيام بركوخفا في أيام الإمبراطور هيدريان أو هيدريانوس حوالي سنة 135 ميلادي فراح هيدريانوس هدم المدينة بالكامل دمرها تدمير كاملا وغير الاسم لإليا كابيتولينا ولم يسمح لدخول اليهود وظل الوضع لحد دي مجيء الإمبراطور قسطنطين أعطى حرية العبادة أن اليهود يرجعوا ويمارسوا عبادتهم في المنطقة اللي هدم فيها الهيكل ولكن شو عمل هيدريان بدأ معبد للإله زوس بالضبط فوق القبر المقدس في كنيسة القيامة ولما جاءت القديسة هيلاني اللي هي أم الملك قسطنطين سألت الناس ما هي متذكرة مش فترة طويلة فقالوا لها أنه في هذا المكان وفعلا لما هدموا هذا المعبد تبع زوس لاقوا القبر المقدس قبر يسوع المسيح إخوتي وأخواتي الفكرة أحبائي أن الله بيشوف الدافع وبيشوف القلب وبيشوف النيات فسألوا يعني ماذا يطلب النموس ومرة تانية هذا في سؤال كان يعني موجهة ليسوع بحسب متة ومرقص في مرقص قال هذه العبارة اللي برددها كل يهودي اسمع وهنا المسيح بشدد عليها لأننا نؤمن بالوحدانية الله واحد فقال يسوع المسيح اللي سألوه هذا السؤال شماعي إسرائيل أدوناي إليهينو أدوناي إخاد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك ووصية مثلها لاحظ وصية مثلها تحب قريبك كنفسك وهنا أضاف المسيح يعني أضاف مش على الكلمة المتعرف عليه من العهد القديم بهذا يتعلق النموس والأنبياء بكلمة وحدة ترجمها يعقوب تحب قريبك المحبة للآخرين المحبة للآخرين هذا ما يطلبه كان النموس ولكن يعقوب برجع بكلمنا عن النموس وقال من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل طيب شوه النموس النموس هو مثل مرآة بيعكس حياتنا خطيطنا لأنه بقول لا تزني لا تقتل لا تشتهي لا لا إلى آخرين لا تصف فأنا مش عم بقدر أعيش كمال الله فالنموس على طول بيوريني بيظهر لي خطيطي بس ما بيخلصني بقولك أنت خاطئ لكن بنفس الوقت النموس بوجهك للشخص اللي تمم واللي كمل النموس الشخص الكامل هو يسوع المسيح فنحن نتبرر في بر المسيح ونحن نتكمل في كمال المسيح ليس لأي استحقاق فينا ولكن الاستحقاق ما فعله يسوع من أجلك ومن أجلي بموته على الصليب يعني النموس كله يلخص بكلمة وحدة محبة الرب يعني أولا محبة الرب فوق الكل وطلب ملكوت الله أولا ومحبة القريب كالنفس هذا هو كل النموس اللي هو نموس المحبة اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة